الخير سباح النور في الفيديو هذا يجيتكم باش نشجعكم على المطالعة معايا انا عندي ثلاثة قصص هادومة نجبتهم معايا من تونس قصص عندي من قبل قريتهم وقررت نعود نقراهم عندي قصص اخرى طبعا اما النجامش نجيب لكل فرد مرة لانه كما تعرفوا الوزن في الطائرة فاختبت ثلاثة قصص هادومة باللغة الانجليزية اللي هي يعني يحب يتعلم اللغة الانجليزية نشجع ويقراهم لانه اللغة بتحهم سهلة برشا ويكونوا تناول حتى المبتدئين اول قصة هي هاملتون بطبعا مش نحكي لكم القصة ونحكي لكم الاحداث فقط نعطيكم فكرة عامة للبطل اسمها ميزي في القصة هادومة باش نعرف كونه اللي خلافة عمره 7 سنين تعمل صديق خيالي باش تحكيله ويكون هو يعني صديقها اللي هو الحصان هذا اللي طبعا كما مكتوب نجمتشي تحكي عليه حتى حد لانها خايفة شنو مش تفكر فيها العباد لكن في الاخير قدرت انها تكتب عليه القصة الثانية هادي كل شيء تحكي تحكي على مالوري هي مرأة كان كل شيء عندها لكن حصلت بعد حاجة دمرت لها حياتها فقررت انها تنقل الى قرية اخرى وتبدحيتها من جديد القصة الثالثة فورتوني اس دوتر هذه تحكي على بيث اللي فأمر 17 سنين لقات خدمة كخياطة عند عائلة عريقة وغنية مش تزوج جيمز اللي هو على ما يبدو لاني نسيت الاحداث انا هو الاب ومش تلقى مشاكل مع بقية العائلة وحتى مع الجيلين اللي ما همش مش ينساو وصولها المتواضعة وخاصة بعد موته مش تكون بالحق في حرب معهم بصراحة قصص ستستحق اللي منكم تقرأوها واتطلعوها خاصة في شيء تانا نتصور يعني الركشة تحلى مع الكتب انتو ما قولوا لي شنو الكتب اللي قاعدين تقرأوا فيهم بأنا لغة اشتركوا في القناة